السلام عليكم طلاب الصفق الخامس معاكم من صفاق نادي والدرس الثاني في التاريخ شخصيات وأحداث من العصر الروماني في مصر عرفنا في الدرس الأول كيف نشأت دولة البطلمة في مصر وكمان عرفنا أن آخر حكام دولة البطلمة هي كيلوباترا السبعة وأن فترة حكم كيلوباترا كانت فترة ضعف دولة البطلمة النهاردة بنعرف إزاي مصر تحولت إلى ولاية رومانية في الفترة التي ضعفت فيها دولة البطلمة بدأت الإمبراطورية الرومانية في الظهور يعني وقت حكم كيلوباترا ووقت الإمبراطورية الرومانية ما كانت ضعيفة ظهرت لي روما ظهرت للإمبراطورية الرومانية التي استطاعت السيطرة على معظم أنحاء البحر المتوسط وما تبقاش قدامها إلا مصر ومصر كانت تحت حكمين تحت حكم البطلمة فالإمبراطورية الرومانية بقيادة أكتافيوس دخلت في معركة ضد البطلمة بقيادة كيلوباترا السبعة وحلفها أنتونيوس وهي معركة أكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد وانتهت المعركة بهزيمة كيلوباترا اللي هي آخر حكام البطلمة في مصر وانتصار أكتافيوس الإمبراطور الروماني وبكده تحولت مصر إلى ولاية رومانية أشهر شخصيات وحكام العصر الروماني في مصر هنبدأ بأكتافيوس أكتافيوس أصبح إمبراطور بعد وفاة يوليوس قيصر يعني في البداية اللي كان بيحكم الإمبراطورية الرومانية يوليوس قيصر وبعد وفاة يوليوس قيصر مين تولى الحكم بعده؟ أكتافيوس يبقى أكتافيوس أصبح إمبراطور بعد وفاة مين؟ بعد وفاة يوليوس قيصر ولقب بأغسطس قيصر يبقى أكتافيوس هو هو أغسطس قيصر لقبه أغسطس قيصر أكتافيوس احترى مع قائد المصريين وقدم القرابين للأليهة المصرية أكتافيوس كان عايز يكسب ود وحب المصريين فاحترم عقائد المصريين احترم الديانة المصرية مش كده بس لا ده قدم القرابين القرابين هي الهدايا اللي بتتقدم للأليهة والكهنة الأليهة وكمان اهتم بالزراعة وتطهير الترع والمصارف وشؤون الري وأعاد بناء الجسور أكتافيوس اهتم بالزراعة في مصر فعمل ايه؟ عمل ثلاث حاجات قام بتطهير الترع والمصارف يعني شال الحشائش اللي موجودة في الترع والمصارف وكمان اهتم بشؤون الري اللي هو توصيل المياه إلى الأراضي الزراعية وأعاد بناء الجسور قسطنطين الأول وبنقول ان حكم قسطنطين كان نقطة تحول في تاريخ المسيحية يعني ايه الكلام ده؟ في البداية لازم تعرف ان الامبراطورية الرومانية كانت دولة وسانية يعني بتعبض الأصنام والأوسان في الوقت اللي كانت الامبراطورية الرومانية بتحكم مصر ظهرت المسيحية بدأت المسيحية تنتشر وتدعى إلى عبادة الله فالأباطر الرومان والحكام الرومان رفضوا المسيحية ورفضوا انتشار المسيحية في مصر مش بس كده لا اتهدوا المسيحيين يعني اتهدوا المسيحيين يعني كانوا بيعقبوا من يعتنق المسيحية اي حد هيدخل في المسيحية كان بيدم اتهاده يعني ظلمه كانوا بيعقبوه الامبراطورية الرومانية كانت بتفرض عقوبات كانت بتعاقب المسيحيين ولم تعترف ابدا بالديانة المسيحية مش عايزة دين مسيحي لا عايزة الديانة الوسانية يعني عبادة الأصنام والأوسان بس وكمان كانت بتصادر أملاك الكنيسة يعني اي حاجة موجودة في الكنيسة واراضي الكنيسة والكنيسة نفسها كانت الامبراطورية الرومانية بتاخدها بتصادرها لغاية ما جاء الامبراطور قسطنطين الأول ولغى كل ده وانهى اتهاد المسيحية ليه هو عمل ايه؟ لانه اصدر مرسوم ميلان سنة تلتمية وتلتاشر يعني ايه مرسوم ميلان؟ مرسوم ميلان يعني قرار طلع من كسطنطين وهو موجود في مدينة اسمها مدينة ميلان يبقى أصدر مرسوم ميلان يعني أصدر قرار اسمه قرار ايه؟ قرار ميلان اللي هو مرسوم ميلان سنة تلتمية وتلتاشر ميلاديا القرار ده كان بيقول ايه؟ واحد إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية فاكرين العقوبات اللي الأباطرة الرومان كانوا بيفرضوها على المسيحيين؟ خلاص كسطنطين قال ما فيش عقوبات تانية على المسيحية هلغي أي عقوبات على المسيحية؟ يبقى مين اللي ألغى العقوبات المفروضة على المسيحيين؟ كسطنطين الأول اتنين الاعتراف بالديانة المسيحية إلى جانب العبادة الوسانية؟ يعني اللي عايز يعتنق المسيحية يقدر يعتنقها بكل حرية وكمان اللي عايز يظل على العبادة الوسانية عبادة الأصنام والأوسان يقدر يظل على عبادته فهنا قال في مصر نقدر نكون مسيحيين أو وسانيين؟ ثلاثة أعادة أملاك الكنيسة المصادرة فاكرين لما قلنا أن كانت الإمبراطورية الرومانية بتصادر وتاخد الكنائس وأي حاجة موجودة فيها كسطنطين الأول أعادة أملاك الكنيسة فنقدر نقول أن نقطة حكم كسطنطين الأول كانت نقطة تحول في تاريخ المسيحية بما تفسر كان حكم كسطنطين الأول نقطة تحول في تاريخ المسيحية الإجابة لأنه أصدر مرسوم ميلان سنة 313 المرسوم ده أعلن فيه إيه؟ والذي أعلن فيه 1- إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية 2- الاعتراف بالديانة المسيحية إلى جانب العبادة الوسانية 3- عادة أملاك الكنيسة المصادرة طيب ما النتائج المترتبة على إصدار مرسوم ميلان؟ لما كوستنطين أصدر مرسوم ميلان اللي حصل ترتب على ذلك إنهاء عصر اضطهاد المسيحية خلاص اضطهاد المسيحية انتهى ودخلنا عصر جديد بيقدر المسيحيين يعتنقوا فيه المسيحية بكل حرية ودلوقتي هنتعرف على أصار الرومان في مصر 1- حصن بابليون بالقاهرة 2- عمود السواري بالأسكندرية 3- معبد رأس السوداء بالأسكندرية 4- المصرح الروماني بالأسكندرية 5- تمثال الإمبراطور الروماني هادريان وتاج أحد الكنائس القديمة زي ما احنا ملاحظين أن كل الأصار الرومانية موجودة في مدينة الأسكندرية لأن الأسكندرية كانت عاصمة الرومان في مصر فاكرين برضو الأسكندرية كانت عاصمة البطالمة في مصر طيب حصن بابليون هو الحاجة الوحيدة اللي موجودة في القاهرة ليه حصن بابليون في القاهرة؟ بس في البداية يعني إيه حصن؟ حصن يعني شبه الألعة مكان كبير وضخم بيكون موجود فيه الجنود الروماني ليه حصن بابليون موجود في القاهرة؟ لأن القاهرة كانت تتوسط مصر بين الوجه البحري والوجه الإبلي فالمصريين لو خرجوا بأي ثورة في الوجه البحري أو خرجوا بثورة في الوجه الإبلي على طول يخرجوا الجنود الرومان من حصن بابليون ويتجهوا لمكان الثورة ويقدروا يسيطروا على ثورات المصريين يبقى تاني ليه تم اختيار مكان حصن بابليون في القاهرة؟ هنقول لأنه يتوسط مصر بين الوجه البحري والوجه القبلي ويسهل على الرومان السيطرة على ثورات المصريين عمود الثواري موجود في الأسكندرية وهو يعتبر أعلى نصب تسكاري في العالم أما معبد رأسه السوداء فبرضه في الأسكندرية وهو بتكون من طابقين بتكون مندورين طابق صفلي للعبادة والطابق العلوي للسكن وكمان موجود في اسكندرية المصرح الروماني والرومان كانوا بيقيموا المصرح الروماني للاحتفال بالأعياد الدينية وأعياد الإمبراطور كان مكان بيحتفلوا فيه بالأعياد الدينية أو أعياد الإمبراطور يعني كان مكان للإحتفالات إلى جانب وجود بعض التمثيل المهمة جداً زي تمثال الإمبراطور الروماني هادريان ممكن يجي لك في الامتحان ويقول لك يعتبر تمثال الإمبراطور الروماني نقط أهم أثار الرومان في مصر الإمبراطور مين؟ الإمبراطور الروماني هادريان لتمثال مهم جداً وكمان موجود تيجان أحد الكنائس القديمة اللي بيعتبر من أهم أثار الرومان في مصر بيظل الرومان يحكم مصر إلى أن ينتهي حكم الرومان وتسقط دولة الرومان ويخرجه من مصر إيه أسباب انهيار الحكم الروماني في مصر؟ هنلاقي عندنا أربع أسباب واحد إساءة الرومان معاملة المصريين الرومان كانوا بيعاملوا المصريين معاملة سيئة المصريين هم أصحاب الأرض الحقيقيين والرومان كانوا بيعتبروا المصريين خدم عند الرومان لذلك كره المصريين الرومان يبقى أول سبب لانهيار الحكم الروماني إساءة الرومان معاملة المصريين طب كانوا بيعملوا المصريين إزاي؟ اثنين حرم الرومان المصريين من الاشتراك في حكم البلاد المصريين ما بيحكموش البلاد أبدا ثلاثة فرض الضرائب على المصريين الرومان برضو فرضوا ضرائب عالية على المصريين فأدى ذلك كله إلى إيه؟ إلى صورات المصريين ضد الرومان وأهمها صورة الرعاة في الدلتة يبقى تاني إيه أهم أسباب انهيار الحكم الروماني؟ أربع أسباب إساءة الرومان معاملة المصريين حرمان الرومان المصريين من المشاركة في الحكم وفرض الضرائب على المصريين رابع حاجة صورات المصريين ضد الرومان لو قالك أذكر أسباب انهيار الحكم الروماني في مصر بتكتب الأربع أسباب طيب لو قال لك ما النتائج المترتبة على إساءة الرومان معاملة المصريين لما الرومان أساءه معاملة المصريين أدى ذلك إلى إيه؟ أدى إلى كراهية المصريين للرومان وإقامة صورات ضد الرومان إيه أهم الصورات دي؟ صورة بتسمى صورة الرعاة في الدلتة الرومان كمان استغلوا شهرة مصر في إنتاج الأمح وحولوا مصر إلى مزرعة لتزويد روما بالأمح وكانت الإمبراطورية الرومانية بترسل القمح من مصر إلى روما كل سنة في شحنة سميت باسم شحنة القمح السعيد بتبعت كل سنة الأمح من مصر إلى روما والشحنة دي اللي طالعة من مصر كانوا بيسموها باسم شحنة القمح السعيد يبقى النهاردة عارفنا الحكم الروماني في مصر وأهم الحكام الرومان وأسباب انهيار الحكم الروماني وبكده يكون انتهى شرح درس النهاردة أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة